الحديث عن نقطة هذا التضخيم الكبير الذي يعطى لعملية استعادة أربعة محتجزين بعد تسعة أشهر من هذه الحرب حرب الإبادة الجماعية وإظهار على أن هناك عملية عسكرية معقدة عندما نفذت راحة أكثر من تسعين شهيد ما تعليقك؟ مساء الخير وتحياتي لكم ورحمة الله الشهداء جميعا يعني الكل له مصلحة في التضخيم الجيش له مصلحة في التضخيم يريد أن يستعيد هيبته وعجزه وتخبطه وأن يغطي على الخسائر التي مني بها الشباك يريد أن يغطي على 7 أكتوبر والفشل الذريع الذي مني به نتنياهو يريد أن يظهر وكأنه يعني قام بعمل خارج جلد لذلك كل الأطراف والشارع الإسرائيلي طبعا والإعلام كل الجهات في إسرائيل لها مصلحة في هذا الأمر هي تريد أن تظهر أن هذه نقطة التحول هذا إنجاز لكن ومع ذلك نقول هناك نقاط يجب انتباه إليها أولا أنه فعلا تحرير الأسرة بالنسبة أو تخليص الأسرة بالنسبة الإسرائيليين مسألة مهمة ولها قيمة معنوية وعسكرية واستخباراتية دعونا نقلل من شأنها ولكن إعطاءها هذا الزخم وهذه الضخامة والنفخ بها بهذه الطريقة بكل تأكيد هذا له أسباب معنوية وسياسية وإعلامية لدى الاحتلال أيضا الاحتلال يعلم ويعلم جيدا أنه فعلا هذا الثمن كبير هذه مجزرة يرتكبها بالقصف وحزمة نيران وقصف بري وبحري وجوي وقوات خاصة وغيرها من أجل تخليص أربعة أسرة يؤدون إلى قتل هذا العدد الكبير من الشهداء وهذا تكرر في رفح أعتقد أنه حينها تجاوز عدد الشهداء من أجل تخليص شخصين وهذا فيه مخاطرة كبيرة فيه جريمة ومجزرة وفيه مخاطرة لكن يعلم الاحتلال أنه بعد اتضاح الآن صورة العملية أنهم كانوا فوق الأرض وفي منازل وفي مواقع بين المدنيين بمعنى ليسوا تحت الأرض وفي الأنفاق كما هو حال البقية ولذلك إذا كان يعول الاحتلال أنه ستكون هذه الطريقة التي يعيد بها الأسرة هو واهم هذا لا يغير شيء في المعادلة ولكن مما لا شك فيه سيد عصمت اليوم بأنه ما جرى سيسعى نتنياهو لاستغلاله بكل الطرق كما ذكرت ربما لتغطية الفشل الذي رفقه ورافق سياساته في غزة لمدة تسعة أشهر يعني هذه العملية دعينا نكون جاءت في لحظة حساسة جدا سياسيا وتفاوضيا سياسيا داخليا بالعلاقة بغانتس وخروجه من الحكومة هذا أعطاه عدة أيام إذا أراد أن ينزل عن الشجرة ربما يجد في هذا مبرر أو يستغل هذه الأيام لإجراء انتصالات مع نتنياهو إذا كان نتنياهو معادي به وأيضا جاءت في ضروط المفاوضات وانتظار رد حماس والضغط على حركة حماس والفصائل الفلسطينية للكبول بالمبادرة الآن نتنياهو سيأخذ هذا الزخم وهذه الحالة المعنوية التي خلقها في الشرع الإسرائيلي وأجواء الاحتفالات والشعور بالنصر بين كوسين من أجل أن يتصلب في مواكفه من أجل أن يقول أن نظريته بأن الضغط العسكري يؤدي إلى نتائج وأن العمل العسكري هو أحد الخيارات لحليل الأسرة لا زال قائم هو يفترض الآن أن هذه ضربة لحماس وبالتالي يمكن ابتزازها هذا سيتضح له بعد أيام كليلة أنه غير ممكن أنا أفترض أنه سنعيش نشوة لمدة ثلاثة أربعة أيام إلى أن يأتي حدث جديد وينسى هذا الحدث ونعود إلى الواقع الواقع الذي يقول أنه من دون صفقة من دون مفاوضات من دون إنهاء الحرب لا يمكن تحرير باقي أو إطلاق صراح باقي الأسرة ولذلك سنشهد أربع خمس أيام من النشوة نتانياهو سيعيش أجواء خاصة أنا راجع نفسي متى كانت آخر ظهور نتانياهو باللغة العبرية في الإعلام الإسرائيلي ربما من شهرين وأكثر الآن كل يوم سنراه على التلفزيونات وسيخرج بمتمرات صعفية ليتباهى ويستعرض نظريته وإنجازاته لكن بعد أيام كما قلت سيعود إلى الواقع والجميع سيجد نفسه بما فيهم الجيش والشباك وأهالي الأسرة المتبقين سيجدون أنفسهم مضطرين للعودة إلى الواقع وهو الواقع الذي يقول هناك صفقة على الطاولة يجب استنفاذها ويجب من خلالها تحرير الأسرة وإنهاء هذه الحرب طيب برأيك اليوم كيف ستكون تداعيات هذه العملية على الصفقة أنا أعتقد أنه ستؤثر بمعنى الآن سنشهد تصلب من الجانب الإسرائيلي سنشهد نوع من استعراض الكوة والتلويح أنه لدينا خيارات أخرى لدينا كدرة على تنفيذ عمليات نوعية لدينا كدرة على تحرير الأسرة وبالتالي لسنا مضطرين أن نخضع لحماس وأن ننهي هذه الحرب على شكل استسلام أو على شكل خضوع ولذلك ربما سيكون هذا الأمر سلبياً على المفاوضات على الأكل في هذه الأيام القريبة القادمة لكن كما قلت سابقاً التأثير هذا سيكون مؤقت لأنه الكل يعلم والولايات المتحدة تعلم أنه في النهاية في النهاية هناك عدد كبير من الأسرة ليس ظروفهم كلهم مثل هذه الظروف في غرف وفوق الأرض وبالتالي تحريرهم سيكون فقط من خلال الصفقة لذا أفترض أنه ربما تتعطل الأمور بعض الشيء لكن الذي استمعنا من حماس أنها لن تغير موقفها ولن تتراجع قيدة ألملة عن مطالبها الثابتة فيما يتعلق في الداخل في إسرائيل مثل هذه العملية هل تزيد من رصيد نتنياهو ربما في استطلاعات الرأي ترفع حضوظه وبالتالي تعمق المنافسة بينه وبين جانس يعني جانس حظه سيء على كل حال ونتحدث هنا داخليا بمفاهيم الإسرائيليين هو كان يفترض اليوم كل الأضواء مسلطة عليه وأنه سيكون هو حديث الإعلام الآن تهمش هو وتقزمت قصته بينما تضخم حدثه تم التضخيم بشكل مقصود حدث الأسرة أنا أفترض أن نتنياهو سيستفيد نعم عمليات تحرير رهائن جرت في السبعينات لا زالت تتغنى بها وسجلت على أسماء رؤساء وزراء ووزراء دفاع وغيرهم رغم أن مضى عليها عقود لذلك هذا عمل سيستفيد منه نتنياهو داخليا وفي منافسته مع جانس وأيضا سيحاول كل طرف أن يستفيد منه يعني قبل قليل مكتب جالنت أخرج فيديو وهو يوقع على العملية يوم الخميس يعطي المصادكات عليها الآن يخرجون صور لرئيس الأركان ورئيس الشباك وليتنياهو في غرفة العمليات وغلنت يعني كلهم يريدون أن يظهروا وكأنهم أبطال يعني نذينا قاموا بهذا العمل بالضبط وأبطال في نظر الإسرائيليين وحقيقة يعني بشكل مجرد إسرائيليا هناك فرحة كبيرة هناك شعور بالانتصار التكتيكي المؤقت الذي لن يدوم ولكن هذا الشعور سيستثمره نتنياهو ولو أجريت استطلاعات هذه الليلة أنا واثق أنه سيحقق يعني تقدم جيد طيب ولكن إذا ما تحدثنا يعني بشيء من المنطقية حتى يعني في المجتمع الإسرائيلي يعني عندما يتم تحرير أربعة محتجزين أو استعادة أربعة محتجزين بعد تسعة أشهر هذا يعني يعني كم من الوقت وكم من السنين ربما يحتاجون لاستعادة باقي المحتجزين وهذا هو الذي لن نسمع الآن للأسف الشديد في الإعلام الإسرائيلي بمعنى الآن ستأخذهم يعني النشوة وسيشعرون بأنه هذه لحظة الاحتفال والتغني بالانتصار لكن عندما ينظرون كما كلت بمنطقية وبشكل مجرد يعني إذا جردنا هذا الحدث من كل العواطف والتهييج والنفخ الذي جرى به والتضخيم ووضعناه على المشرحة سنجد أنه حدث عادي وأقل من عادي بمعنى بعد ثمان شهور بهذا العدد الكبير من الشهداء وهذا الدمار وهذه الأحزمة من النار يعني هو بدون شك حدث يعني لن يغير موازين الكوة ولن يعني بأي حال من الأحوال أن هذا الطريق هو طريق تحرير الأسرة هذا الطريق أثبت أنه جاء متأخر جدا جاء بثمن كبير جدا والسؤال كم محاولة فشلت وكم محاولة كتلة من حاول أن يحرر الأسرة فيها وكم محاولة لم يفصح عنها لذلك أن تنجح محاولة هذا لا يغير في الواقع بشكل أكبر سيد عصمة اليوم يعني منها على مستوى الساسع الإسرائيليين نتنياهو، جانس، جالنت، هيرتسي هاليفي الذي تطاله انتقادات عديدة أيضاً بأنه فاشل ولم يستطع تحقيق شيء رئيس الأركان الإسرائيلي من هو صاحب الاستفادة الكبرى؟ المستفيد الأول سيكون الجيش والشباك المنظومة الأمنية ستستعيد هيبتها أصبحت المنظومة الأمنية في نظر بنكفير وسموتريتش مادة للسخرية أصبحوا يسخرون من الضباط ومن إنجازاتهم ومن أحديثهم المتكررة ولذلك هم سيستعيدون بعض مكانتهم المستفيد الأول هو المنظومة الأمنية بدون أدنى شك الشباك عندما يصل إلى معلومة من هذا النوع والجيش يخطط العملية بهذا الشكل هذا بدون أدنى شك عسكرياً سيستفيدون منه وإعلامياً وعلى مستوى سمعة الجيش يعني الآن أكثر كلمة تتردد في إسرائيل كل الاحترام للجيش يعتبرون أن الجيش أعاد بريق عملياته اللامعة واللي أشبه بالأفلام وغيرها هذا بكل تأكيد سيستفيد منه هاليفي وهاليفي كان يواجه مشاكل حتى في هيئة الأركان ويواجه انتقادات ويطالب بالاستقالة لذلك هذا سيعطيه بعض الكوة الداخلية هو ورئيس الشباك الذي مر 7 أكتوبر بكل ما فيه دون أن يكون لهم حتى دور في محاولة تنبؤ به أو منعه لكن أيضا السياسيين سيستفيدون جلانت سيستفيد نيتانياهو سيستفيد جلانت كما قلت جانس كما قلت هو كونه بحكم المستقيل لا يدور له في هذه النقاشات الأمنية ولذلك يعني هو خرج من هذه العملية بأكل ربما رصيد ممكن وعلى العكس تماما أصبح موكف نيتانياهو ونجومية نيتانياهو وجلانت أيضا تتفوك على الحدث الذي أراده وخطط له أن يكون مفصلي وأن يكون نكت التحول في مسار الحكومة والمعارضة والحياة الحزبية في إسرائيل وبالتالي ستزداد الشراسة هنا والتنافس بين الرجلين مما يعزز الانقسام ما رأيك؟ طبعا الآن جلانت جانس سينتظر عدة أيام إلى أن تهدأ العاصفة إلى أن تزول هذه نشوة وسكرة الانتصار التي يعيشونها ومن ثم يعود ليقدم نفسه على أنه الآن هو رأس السهم في المعارضة والدعوة لإسقاط نيتانياهو وتغيير هذه الحكومة كما كلنا وفي حوارنا الواقع لن يذهب إلى أي مكان وفي النهاية سيعودون إلى الواقع وسيعودون إلى انكسامات وسيعودون إلى الأسئلة الكبرى حول الحرب والمصير وكيفية إنهاءها والفشل والأسرة وإعادتهم وهذه الأسئلة تفرض نفسها وستعيد إنتاج نفس الانكسام ونفس الحرب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر